المرصة مع جابر العمالي ومحمد غازي انطلقتنا من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم من القلب مليون تحية من ليلة مصافحة وفيه هذا أنا محمد غازي وأنا جابر العمالي راح فيكم في حلقة جديدة من برنامج المنصة وأيضا المسيحة جديدة طرف طرف الليلة طبعا موسيقى جديدة وأيضا فيه أشياء كثير جديدة عندنا في الحلقة أكيد وأحداث رياضية مستمرة مثل كل يوم طبعا أكيد جابر كالعادة وإحنا معادينا الجمهور اللي تابعنا أنه دائما حلقة المنصة فيه أكثر من القصص وأكيد إحنا اليوم بدأنا بالسلح الجديد طبعا يا جماعة كذا الصور الجديدة أو الصوت الجديدة اللي تسمعوه كذا للبرنامج هذا كذا أي ما عليش عشان تتعودوا عليه كذا بس هذا طبعا على ما يقولوا بعد اقتراحات ومنوشات أنا وجابر ومعاركات لا دا ما ينفع لا دا ينفع إن شاء الله طلعنا بشي يعجبهم بإذن الله وشي يرضى المستمعين أهم بشي عندنا المستمعين مستمعين ألف ألف وبالتحديد أيضا مستمعين برنامج المنصة وإحنا من هنا منهم وإليهم أكيد أكيد خلينا نذكر بأرقام التواصل جابر نذكر بأرقام التواصل صفر واحد اتنين واحد وستين واحد وستين مية صفر واحد واحد اتنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة أكيد هنستقبل اتصالاتكم مع سير الحلقة ولكن خلونا أول شي أنا وجابر جابر اليوم مش تفاصيل اللي تشوفها والله عندنا تفاصيل كثيرة وعندنا ضيف جدا مهم وضيف ما نقول نفسح عنه كذلك بعد العنوين نخليها بعد العنوين نفسح عنه ضيف ثقيل وقدير ثقيل على الدوري كمان طبعا ثقيل على الدوري أكيد نروح عنوين نروح للعنوين ولا تفغان على ما يقوله في مواضيع لسه نروح للعنوين وبعدين مواضيعنا مطولة أكيد ليلة طويلة ثقيلة ما باليد حيلة نروح عنوين الاتحاد ينعش خزينة لجنة الانضباط بماتين وخمسين ألف وغدا يواجه النصر الثلاثاء والأربعاء أسود الجزيرة في لقاءات آسيوية من الغد قائمة المنتخب تشعل الجدل في الشارع السعودي والإعلام يسال ويروي للتعاون وعواجي الوحدة يا مارفك ما تشوف الدوري؟ المنتخب السعودي يلعب مع ماليزيا 24 مارس يلعب مع الإمارات 29 مارس ورقصني يا قدع وبعد قليل ضيف المنصة المدرب القدير جلال قادري حكم مباراة الاتحاد والوحدة والله حرام عشان كورة تدعون على طفلتي المشلولة تقول لا الخليج يلعبها بذكاء وخطة القادري القادمون من الخلف يا دوري مولعة الدنيا مولعة في الدوري والأسيوية أهلي اتحاد هلال نصر والعب يا كورة المرصة مع جابر الاماري ومحمد غازي والله مولعة يا جابر مولعة والله أكيد الدوري دائما في له كثير من الأمور دائما فيه مواضيع بتطلع لك كده فجأة والله شوف جابر أنا يمكن من مواضيع هذه اللي طلعت فجأة كده فيه شي لفتني خلينا من الكورة وخلينا من الجوانب هذه كلها نتكلم على حالة إنسانية يا أخي أحكم مباراة الاتحاد والأحدى اللي يتعرض له اليومين هذه والأشياء اللي قاعدين نشوفها في النهاية كورة جابر في النهاية رياضة في النهاية متعة طبعا أخطيت معاك في خطأ سويت عملت فعلت يعني تشوف أنها توصل لغاية أنه أنا شوف حتى صورة بنته أنا شوفها مثلا في تويتر وإلا مثلا في وسائل التواصل شي موسف شي موسف مشلولة بنته يعني مشلولة يقول أنا قاعد يعني أدعى الله سبحانه وتعالى أنه الله يشفيها الله يشفيها تلقي الناس قاعدة تدعى عليها عشان والله يعني واحد تخيل يعني والله العظيم شي موسف لو أقول لك مثلا التغريدة اللي كاتب له إياه ولا كذا والله يتحرك بالقلب يعني أنا كنت أقرأ التغريدة بأمانة حرقتني في قلبي جابر والله شي موسف شي موسف لكن ما نبغى نروح بعيد أيضا خلينا نرحب بضيفنا القدير والمدرب اللي فعلا يستاهل أنه ترفع له الكبعة والاحترام مدرب الخليج المدرب جلال قادري مساء الخير مساء النهور وبرك الله فيك على التقديم إن شاء الله نظيف خفيف وظل عليك على كل المستمعين وسعيد كوني نكون معكم تستحق كابتن وأكثر من كذا لكن إحنا ما قلنا إلا فعلا حقيقة إنك فعلا من المدربين اللي أثبت إنه المدرب العربي يجب أو المدرب يعني ما هو ما هو بالاسم ولا بالعون الزرقة ولا لا يمدرب الله يخليك الله يخليك كابتن جلال القادري تحياتنا لك أخوك محمد غازي الله يبارك فيك وأكيد أنت مدرب للدانة الدانة هذي كذا عودتنا يعني على ما يقولوا يغنوا لها كذا دندن ويا دانة عالم دانة كذا أنت السنة هذي بتغني هالأغنية السنة هذي بتعزم مع زوفة خاصة بالدانة إيش اللي قاعد تسويه كابتن كذا والله الحمد لله على كل حال يظهر لي فريق الخليج وفريق الدانة كما قلت أصبحت ثقيل ترى على فكرة في الدوري أنت بأمانة إن شاء الله إن شاء الله هنكونوا في عند حصن ضن كل الشارع الرياضي السعودي ودورنا كمدربين باش كل واحد فينا يحاول يقدم أفضل ما عنده الحمد لله الموسم هذا كنا موافقين هذا أكيد ما هوش شغل جلال قادري بل بالعكس إطار فني متكامل كان متواجد معايا نسميه من جنود خفاء إدارة نادي وفرت لنا كل ما هو من شأنه باش ينجح يظهر لي الاستقرار وخاصة معناتها وقت نشوفه التواصل على مستوى الإطار الفني والإطار الإداري هذه الأسباب اللي خلات فريق الخليج يقدم موسم يعتبر مميزي لحظة الآن طيب كابتن جلال يعني الخليج بأقل الإمكانيات وأقل الأندية اللي تدفع وأيضا تحقق نتائج عطينا سر العمل داخل نادي الخليج والله هو الملاحظة نتاعك في مكانها كونه يعتبر نادي الخليج تقريب بين ضفرين من أفقر نوادي الدوري الممتاز على مستوى الإمكانيات المادية لكن الحمد لله حصنا التصرف الإداري الإجتهاد من أطراف الكل يمكن حالة بين ضفرين الفقر العنوع على المستوى المادي ولدت قوة لحمة في الفريق ثم انضباط كبير كل الأطراف حاولت مش تكون محترفة إلى بعض الحدود وحاولنا من الضعف هذا نعمله تحدي ونخدمه موسم متميز كفتن بالنسبة للكفتن حسين الموقوف طبعا بسبب المنشطات هل هو يعتبر من اللاعبين بالنسبة لك من اللاعبين مؤثرين ولا تشوف أنه ممكن عندك يعني بداء التعوض فيها اللاعب في المنطقة هذه وهل ترى أن القرار جاء في وقته السليم أولا كان ظالم خليني نحط على الكابتن حسين هو يعني سبحان الله عبارة على تحتي على الكابتن مع فارق الإمكانيات أكيد والتاريخ لكن كقيمة معنوية وقيمة فنية عبارة نفس الشيء اللي يحصل للكابتن محمد نور في الاتحاد نعرفه قيمته في نادي الاتحاد نفس الشيء بالنسبة لحسين تركي بقطع نظر على الجانب الفني يقع لاعب مؤثر ومهم بالنسبة لنا لكن حضوره من ناحية المعنوية هو كابتن الفريق هو إنسان متخلق إلى أبعد الحدود كانت صدمة بأتمعنا الكلمة بالنسبة لنا تأسفنا بدرجة أولى على الفريق لكن أهم من هذا هو حبينا اللاعب نعرفه حسين تركي ربما في نهاية ما سيرته ما حبيناش نهاية تكون بالطريقة هذه إن شاء الله رب يكون في عونه وهم شيء طيب كابتن خليني أرجع ذكريات الكابتن جلال قادري الكابتن جلال قادري يعني صعد بفرق كثيرة في الدوري الدرجة الأولى ولكن مع الخليج طبعا له سنوات كثيرة البعض يقول ربما يعني قابقه وسين الكابتن جلال قادري إنه ممكن يحقق ما حققه المواطن أو مواطن الجلال قادري فتح الجبال السؤال أنت لك سنوات طبعا في الدوري يعني ما تخاف إنه ممكن بعض الفرق تحفظ طريقة الكابتن جلال قادري ما يشوف روض عكس ما يتوقعه البعض ما تماش طريقة جلال قادري أو طريقة معلتها أي مدرب المدرب الذكي حسب اعتقادي هو اللي يتأقلب مع ظروف اللي هو موجود فيها مع إمكانيات لايبي تاو جلال قادري اليوم تضع في فريق نادي الخليج بمواصفات معينة أن لاعبين عندهم إمكانيات فنية تفرض علينا باش نعتمدوا فريقة معينة هي تعتمد على السرعة السرعة يمكن اللي هنا ما زالت بعض النقادة والمحلين يمكن الثقافة الكروية تنظر كونه الفريق اللي يلعب كتلة ويلعب على هجمات سريعة كونه فريق نحن نشوفه في فريقة تليتيكو مدريد أحرز الدوري في الدوري الإسباني بطريقة نفسها لفريق لستر سيتي السنة هذه في البريمير ليك شوف النتائج لي حققها يعني هذا نعتبر ذكاء من المدرب لو جلال قادري تتاح له الفرصة باش يدرب في فريق كيمان أهلي أو الهلال أو الاتحاد في رقة كبرى أكيد طريقة العمل باش تختلف أكيد باش يتأقلم مع نوعية لعبين الموجودين عنده هذا الفرق طيب كابتن جلال يعني هتان بهابري أوقع لنادي الشباب والموسم القادم ما رح يكون مع الخليج ما تكلمت أنت مع الإدارة ممكن تكسب أو تظفر بخدمات الكابتن هتان بهابري بل كل شيء لازم نهني الكابتن هتان بهابري على العقد الجديد هو إلى حد الآن يعتبر عقد معنا ويكثر منه رسمي حسب علمي لكن دوري كمدرب أقبل ما خمم لازم نفكر في مصلحة اللعب هو اللعب هتان بهابري يقدم معنا موسمين متميزين لعب بكل أمانة عنده إمكانيات فنية عالية جدا كان لنا إضافة نوعية في الفريق اليوم هذا احتراف هتان بهابري يقدم له نادي الشباب أحنا كل المسؤولين والإداريين في نادي الخليج يعرفوا قيمة هتان بهابري وأكيد أنا بشيكون أول إنسان مذابية هتان بهابري يكون متواجد معنا لسنوات لكن كيف ما حكيت لك العرض اللي يتقدم به نادي الشباب مستحيل من ناحية المتدية الإمكانيات في نادي الخليج يتحليه يتقدم عرض مماثل وهذا عرض طلبه من حق هتان بهابري بشبحة على مستقف ممتاز كابتن جلال حننخشك في أمور كثير وأكيد أنت مستمر معنا إن شاء الله بذن الله للجزء الثاني من الحلقة حناخذ فاصل ونواصل بس قبل الفاصل نبواك تقول معنا كلمة كابتن نبواك تقول من المنصة تبدأ القصة من المنصة؟ تبدأ القصة تبدأ القصة أنت القصة القصة كلها الله خلي نروح فاصل جابر نروح فاصل قصير ونرجع المنصة مع جابر العميري محمد حقاسي محمد طبعا خلينا نذكر أعزائينا سمعين بالأرقام التالية صفر واحد اثنين واحد وستين واحد وستين مية صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة خمس وثمانين خمس وثمانين وايضا نرحب بضيفنا القدير الكابتن جلال قادري حياك الله كابتن الله حياك ربي خليك كابتن يعني وين طموحكم انتم كخليجيين أو انت كمدرب كإدارة أكيد جلستوا من بداية الموسم وأيضا في وسط الموسم وأيضا حتى لعام فترة التوقف ايش راح يكون هناك معسكر ايش تخطيطكم بعد التوقف أكيد طبعا انتم تطمحون للنقاط المتبقية لكن اعطينا ايش البرجرام اللي راح يسير للخليج والله من بداية الموسم الاهدافتانا كانت واضحة كان الموسم أنا أول ما حكيت مع إدارة النادي على أساس وعلى أقل لمدة ثلاث مواسم الهدف الأول انت نايد الخليج بعد ابتعاده على الدورة الممتاز هو ضمان البقاء احنا الموسم الفارس كنا حققنا تقريب في نهاية الموسم 29 نقتكب من موسمنا على المركز الثامن اليوم لسه فاضل 6 جولات وصلنا لـ 29 نقطة يعني نفس الرسيد من النقاط واحنا في المركز السادس يضر لهذا في حد ذاته يعتبر إنجاز فريق قدم موسم كيف نحكينا ممتاز تحاولوا في بقية الجولات هو تقدم أكثر ما يمكن في سلم الترتيب تحقيق أكثر عدد ممكن من النقاط نعم ولملاء الطموح لمركز يكون أفضل من المركز اللي احنا فيه نعم هذا تقريب إجمالاً بالنسبة لسطرة التوقف نحنا عانا يوم 18 سبوة قادم مباراة في كأس الملك معنات اللي المجزل نعم ثم بشيكون راحة بثلاثة أيام بعدها يتخلل لها برنامج عمل داخلي بشيكون اللي هنا في المنطقة الشرقية ماناش بشنا نتحولوا إلى معافقة نعم كفتن جلال حنطلع من إطار الخليج وحنروح لإطار آخر وهو موضوع مثير للشارع السعودي بصفة عامة شارع الرياضي بأكمله عن حديث عن مارفك مدرب المنتقب السعودي وما قام به من اتخاذ قائمة طبعاً مكونة من 25 لاعب فيها الأسماء التالية ياسر مسليم خالد شراحيلي ع الساف القرني الدفاع عندك طبعاً أسامة هوساوي حسن معاذ عمر هوساوي عبدالله الزوري ياسر الشهراني ياسين حمزة معتز هوساوي محمد البريك وأيضاً خط الوسط تيسير الجاسم يحي الشهري سلمان الفرج عبدالملك الخيبري سلمان المؤشر سالم الدوسري وليد باخشوين فهد المولد مصطفى بصاص حسين المقهوي عبدالفتاح أسيري وفي خط الهجوم محمد السلاوي ونايف هزازي وعبدالرحمن الغامدي بامانا كابتن شوف أنا الين خط الدفاع وقطع نفسي وجابر كمل الباقي طيب عشان أكون معاك واقعي التشكيلة هذه ما تقطع النفس يعني هل بالله يمو في بعض الأسماء مفترض ما كانت إنها موجودة في القائمة إنت وجد نظرك كمدرب إيش تقول عنها شوف أنا مش نكلمة بحكم خبرتي كنت موجود في المنتخب التوثي ونعرف لماذا تصير على مستوى الدعوات هذه القائمة في طريقين تعمل يمدرب لفكر إدارة منتخب كإدارة نادي يحاول بشيكون عنده مجموعة من اللاعبين عشان يصير مبيناتهم التوليفة ويصير فيه أكثر ما يمكن من الاستقرار حتى ولو بعض اللاعبين ينزل مستوى نتاحهم يحاول كل ما بين معصر ومعصر يخلي أكثر ما يمكن نفس القائمة وثم مدربين التوجه هنتعي يكون كقائد للمنتخب الناخب يتسمى الناخب لأنه يجي في كل مباراة ياخد أفضل اللاعبين موجودين في الفترة هذه يتعامل بأكثر واقعية يعني اليوم أنا عندي مباراة أفضل اللاعبين في الفترة هذه بعد شهرين عندي مباراة ناخب أفضل اللاعبين في الفترة القادمة بقطع النظر على مسئلة التأقلم والتجد كابتن أنا بس أبس لك في لعبين ما شاركوا في ما عنديتهم وفي لعبين طبعا احتياط في تشكيلة مارفك في لعبين المفروض أنهم ينضموا أرويلي وعواجي والتساءلات كثيرة بين كوسين أرويلي وعواجي يعني من أفضل اللاعبين في الدور السعودي صحيح هذه احنا هنا نحقو على الطريقة الثانية يعني مدرب يشوف المستوى اللي ظهر به اللاعب ما شاء الله المجيد الرويلي يقدم فيه مستويات مميزة جدا وشخصيا من ناحية الفنية لعب عنده إمكانيات عريضة ومن الظلم كونه ما يكونش متواجد في القائمة هذه هذه كما بدأوا لكن المدرب أنا مش ندافع على المدرب بقدر ما نحاول نفسر للمستمعين للمشهد الرياضي إيش طريق التفكير المدرب يقول لك أنا إذا مش نادي عبد المجيد الرويلي يقول لك أنه رح يكون مكانه يشترك مكانه لعب كما تيسير الجاسم أو لعب كما للمجهوي لعب هجوم لاعبين اللي عندهم خبرة وفي الفترة السابقة كانوا مميزين مع المنتخب وحقوا نتائج إيجابية حتى ولو يصير درب قليل في المستوى الضاحم يفضل بشيكون نفس المجموعة لأنه بدأ يشتغل معهم وما عندهش الوقت مش يعاود يدمج لاعبين طريقة هذه صحيحة أو غير صحيحة حسب اعتقادي النتيجة هي اللي ممكن نحكم بها على المدرب اليوم المنتخب السعودي بالمقارنة مع سنوات كنت ما حكيت أنت أنا عندي ثلاثة وربع سنوات تدعب في المنتخب يظهر لي هذه أفضل فترة للمنتخب هو مصدر المجموعة يحقق في نتائج إيجابية عنده إمكانية بشيكون مصدر لكن يظهر لي المسؤولين أهم شيء بس المدرب مهد قاعد يشوف الدوري مهد متواجد لكن هذا المدرب تحت ما يقول لك أنا وقعت عقد والمسؤولين على توقيع العقد هما راضين بالأشياء هاي ما نتورش إيدا المدرب بالعقد انتعوا ما عندوش بند قانوني يسمح له ما أثرتش المشكلة هذي هما يعرفوا من الأول للمدرب جاب مع ساقم عمل فني وفرق مش يكون مهوش متواجد في السعودي قبل توقيع العقد من المفروض مناقش تقبل أو لا تقبل صح كارتن خلينا نتكلم في نقاط معينة انت من وجهة نظرك المنتخب السعودي إلى أين مع مارفك وإضافة إلى ذلك وجهة نظرك في الفرق السعودية من خلال البطولة الأسيوية إلى أين ثلاثة محاور ممكن نتكلم فيها الدوري تشوفه رايح لمين والله بالنسبة للدوري صعب جدا لأنه نشوفه في تنافس كبير الأشياء اللي ربما في ثلاثة واربع مواسم من أخيرة كنا نشوفه الفريق اللي يتصدر من بداية الموسم صعب جدا حتى ولو يصير الدروب في مباراة أثنين شوفنا النصر وقت اللي يتقدم هو المنافسة كانت في نوبي الأهلي وصلوا تقريبا ست سبع جولات أخيرة كل فريق يعمل فيه ويحقق في ست وسبع انتصارات على طيلة الموسم كان فيه استقرار فني الموسم هذا العكس شوفنا كل فريق في كل مباراة هو مهدد بشفقة بصدارة كل فريق يوضيع في نقاط وقتصرنا على فريق مارك شوفنا الأهلي ما يفوزش على التعاون في الشيء الهلالي ينهزم مع التعاون الأهلي يعمل تعادل مع الخليج ثم الهلال يعمل تعادل مع الفتح يعني الفرق اللي كانت مصدرة اليوم العدد بنت عن نقاط وقاعد أضيع فيه نقاط مهمة جدا هذا الشيء يخلى الاتحاد يلحق بركب الترتيب ويقول لي منافس جدي انت ليك لو تتطور فريق التعاون يعني لو ما نهزمش مع الخليج في الجولة الخامسة وكان يساز على نجران خمسة نقاط رأى وثوها في المركز الثاني حتى حتى مكان يتطور للتعاون بشي يعمل مسيرة كيف من حك يعني تقارب المستوى وعدم ثبات الفرق تعد صدار على نفس المستوى يخلي حسب اعتقادي المجال مرتوح ولو أنه نتطور مدينة للهلال والأهلي أكثر شوية عندهم أكثر حضوط من الاتحاد اللي عنده بعض المباريات الصعبة يعني أعرف تماماً يعني وكل مدرب بيعمل حساب لكل الفرق سواء في المركز الأول أو في المركز الأخير لكن سؤالي جلال القادري يعني مين يخاف من الفرق اللي فعلاً شايفها متطورة خلال الدوري وممكن يعمل مفاجأ أمام جلال القادري بدون تحفظ كابتن لا بدون تحفظ ما هوش مسألة خوب لكن ثم بعض الفرق اللي تعرف بيما فريق كيمالهلال لما يكون في يومه وتعرف عنده من الإمكانيات الخارجية لا أنا ما أتكلم أنا ما أتكلم عن الهلال الأهل الاتحاد النصر سواءنا أحنا أتكلم عن الفرق اللي الآن مثل يعني خلينا استثني التعاون والخليج الفرق المتبقية فريق نجران رغم اللي إحنا نفذنا عليه في الجولة الأخيرة يعتبر فريق متطور جدا فريق الوحدة عنده شهدته عمل التطور ممتاز وحظب اعتقادي يبقى فريق القادري من أفضل فرق لكن يمكن عامل حظ ما يخدموش مع رشفش يتصرف في الموسم لكن على مستوى لاعبين عنده إمكانيات ممتازة جدا لاعبين على مستوى عاد ممتاز كلمة خيرة بتقولها لجمهور الدانة وأيضا المنطقة الشرقية في الفترة القادمة ومحبين ومحبين وأيضا أعضاء شرف نادي الخليج والله أعضاء شرف نادي الخليج وخاصة من أحب من تحم هذه الفترة اللي كانوا يطلبوا فينا بالنتائج الحمد لله قمنا بنتائج مميزة جدا ما زلنا ننتظر الدعم من تحم فريقهم مازالشات إن شاء الله كما عودونا سنة الفارضة في نهاية الموصل نتواجدوا وكانوا خير سنة إن شاء الله الموصل هذا في الفترة هذه يقفم على الفريق ويدعموه بالنسبة للمنطقة الشرقية كل الفرق نتمنى لها حظ سعيد في بقية الدوري تم منافسة كبيرة فريق القدسية نتمنى الفريق كما فريق الاتفاق مش يرجع على مكانه الطبيعي ويتوج معناتها بالصعود فريق منعطف خاص إن شاء الله يخرج من الوضعية الصعبة اللي هو فيها ونتوجه بكلما كل الجماهير الرياضية السعودية نشكرهم بكل أمان على حفاوة الاستقبال وقبلونا كمدربين عرب نشطنا في الدوري السعودي شخصيا نحس روحي معناتها في السعودية عبارة على في تونس وجد المعاملة الطيبة المعاملة الحسنة وإن شاء الله هنكونوا في مستوى ثيقة اللي توضعت فينا ويكون الإنسان خير سفير لتونسي قدرة تربي في الدوري السعودي ممتاز شكرا الكابتن جلال قادري مدرب نادي الخليج شكرا لك برك الله فيكم ونشكركم كثير على الاستضافة شرفنا كابتن الله يبر الله يخليك شرف لي طبعا نازل مستمعين إحنا طبعا حنطلع فاصل ونرجع ونبغى نتواصل معاكم وناخد آراءكم على الأرقام التالية 012-61-61-100 01-1-2-17-85-85